وصفها ناجون بانها جريمة قتل عن سبق الاصرار والترصد وصفها حقوقيون بانها جريمة قتل عن غير عمد واقل ما وصفت به بانها مشاركة بالقتل عمدا او بلا قصد ان لم يكن بالاغراق فبالتجاهل مركب اليونان او باخرة اللاجئين او قاربوا الموت بالتعبير المستهلك لكثرة تكرار الحادثة مضت اسابيع اربعة على فاجعة المتوسط الكبرى والضحايا هنا ليسوا اثرياء غواصة تيتان فغرقوا في رحلة ترفيهية بل هم جمع من ضحايا الحروب التي شنت على الشعوب ضحايا اقتسموا خبز الموت مع ماء الابيض المتوسط الذي كساهم سوادا ضحايا الفقر والجوع والاستبداد مر شهر على الكارثة ولا ملامح في الافق على اكثر من صعيد فالمفقودون وهم كثر بالمناسبة ما زالوا مفقودين والجثامين المنتشلة لم يتم التعرف الا على اعدادا قليلة منها فقط والعائلات المتضررة بقيت متضررة حتى اليوم فجميع الخطوط مع اليونان مقطوعة اما بسبب صعوبة الوصول اليها لعدم منحها تأشيرات للراغبين او لتقديمها معلومات متضاربة عن الحادثة منذ ان وقعت الواقعة او لرفضها ايضا قبول عينات من الحمض النووي في الدول التي يقيم فيها ذو المهاجرين الغرقة واشتراطها الوصول اليها لاجراء التحاليل يقول ناجون لتلفزيون سوريا ان مجموعات كاملة اختفت عن المركب فلم يتمكنوا من مغادرة المركب عند انقلابه وخاصة اولئك الذين كانوا بالطابق السفلي اما خفروا السواحل فقد تأخروا في الوصول اليهم وعندما وصلوا لم يقوموا بعمليات بحث تحت الماء مكتفين بانتشال الطافين فوق سطح الماء فقط اما النساء السوريات اللواتي كن في المركب لم تنجو ايا منهن فقد غرقنا مع اطفالهم فيما يقدر عددهم بين ثلاثين واربعين امرأة وطفل اغلب الضحايا السوريين كانوا من محافظة درعة درعة التي شهدت تسويات مع النظام تسويات كانت فاشلة دفعت الشباب للهجرة نحو الموت اما الساسة المعنيون بحل القضية السورية فهم منشغلون بالبحث عن حل يعرفه الجميع حل يقول المنطق انه يتمثل بالقضاء على الاسباب التي تدفع الشعوب للهجرة